مباحات الصلاة ومكرهاتها ومبطلاتها أولا مباحات الصلاة المشي في الصلاة لعلة تحدث شرط عدم الانحراف عن القبلة كفتح باب تجاه القبلة حمل الأطفال في الصلاة قتل الحية والعقرب في الصلاة الالتفات في الصلاة لحاجة البكاء في الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء الفتح على الإمام الإشارة في الصلاة لرد السلام بالإصبع أو باليد فيجعل كف يده إلى الأرض وظهرها إلى أعلى الإشارة المفهمة عن المصلي لحاجة تعرض حمد الله تعالى إذا رأى ما يستدعيه البصق والتنخم في الصلاة عن شماله منع المرور بين يدي المصلي ثانيا مكروهات الصلاة دخول المرء في الصلاة وهو مشوش الفكر أو عنده أو أمامه ما يلهيه عن الصلاة كاحتباس البول أو الغائط أو الريح أو حالة جوع أو عطش أو بحضرة طعام يشتهيه أو ينظر إلى شيء يلهيه عن الصلاة العبث وهو فعل ما ينافي الخشوع والاطمئنان في الصلاة مثل الحركة بدون حاجة والعبث باللحية والثوب والغطرة والساعة وفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك الالتفات بالوجه في الصلاة لغير حاجة بشرط عدم تحول البدن عن القبلة وإلا بطلة الصلاة التخصر وهو وضع الرجل يده على الخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين لأنه من فعل اليهود تغطية الفم والأنف في الصلاة تشمير الثوب والكم ونحو ذلك كف الشعر وجمعه وضفره للرجال فيكون شبيها بالمكتوف الذي ربط يده خلفه فإذا سجد لا يسجد شعره معه التنخم تجاه القبلة أو عن يمين المصلي رفع البصر إلى السماء تغميض العينين إلا لحاجة افتراش الزراعين في السجود ثالثاً مبطلات الصلاة الإتيان بما ينافي شرطاً من شروط الصلاة كحصول ما يبطل الطهارة أو تعمد كشف العورة أو الانحراف عن القبلة بجميع بدنه أو قطع النية تعمد ترك ركن أو واجب في الصلاة العمل الكثير فيها إذا كان من غير جنس الصلاة وكان لغير ضرورة كالمشي وكثرة الحركة الضحك والقهقها الكلام المتعمد الأكل والشرب عمداً زيادة ركعة أو ركن عمداً سلام المأموم عمداً قبل إمامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر